نذهب إلى سؤال رقم 17 في هذا السؤال طلب منك حساب الانزلاق G كلنا نعلم أن الانزلاق G يساوي سرعة التزامن ناقص سرعة الدوار المحرك على سرعة التزامن ولقد أعطى لنا سرعة الدوار المحرك لكن سرعة التزامن غير موجودة في هذه الحالة يجب علينا استنتاجها بالطريقة التالية لدينا سرعة التزامن تساوي 60 في أف على عدد الأزواج الأقطاب ونعلم أن تردد يساوي 50 هرتز في حالة عدد الأزواج الأقطاب يساوي 1 تصبح 60 في 50 على 1 وتساوي 3000 تور خلال الدورة في حالة عدد الأزواج أقطاب يساوي 2 سرعة الدوار المحرك سرعة التزامن تساوي 1500 دورة في حالة بيساوي 3 تساوي 1000 دورة خلال الدقيقة وفي حالة عدد أزواج أقطاب يساوي 4 تساوي 750 دورة خلال الدقيقة سرعة التزامن ركزوا معي جيدا سرعة التزامن هي سرعة أكبر بقاليم من سرعة دواران المحرك في حالة الفارق لدينا سرعة دواران المحرك 1400 ما هي السرعة التي أكبر منها بقاليم؟ نلاحظ أن توجد سرعة 3 و1500 في هذه الحالة السرعة الصحيحة هي 1500 دورة خلال الدقيقة هي أكبر منها بقاليم في حالة الفارق بعدما استنتجنا NS نعوض في 1 نجد G يساوي 1500 نقص 1440 على 1500 وإنزلاق يساوي 0.04 أو يساوي 4 بالمئة